الله، 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 سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العلي العظيم في الليلة الماضية كنا في رحاب هذه الآيات المباركة من سورة هود وقصة وفود الملائكة المقربين إلى إبراهيم بشكل ضيوف قلنا أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان الزوجة الأولى اسمها سارة كانت لم تلد لا تلد والزوجة الثانية أمة أهداها الملك عندما ذهب إبراهيم إلى فلسطين والقصة طويلة فرزقه الله منها ولدا من هاجر اسمها هاجر منها ولدا سماه إسماعيل وضعهما في مكة عند الكعبة حيث لا ماء ولا كلاء والقصة معروفة وكان يأتي إليهم بين فترة وأخرى بطي الأرض قصة إبراهيم جدا متشعبة من قصته مع نمرود وقصته في الحفرة الكبيرة التي حفرها نمرود وحاشيته وألقوه في النار ونجاته من النار وقضية كسره للأصنام وما أشبه قصته جدا متشعبة في هذه السورة فقط هذه الملاحظة أو هذه الفقرة من حياة إبراهيم ذكرت شنو هذه القضية؟ هذه القضية أنه إبراهيم كان له ابن خالة اسمه لوط وكان من تلامذة إبراهيم ومن المؤمنين بإبراهيم عليه السلام وكان وأصبح نبيا ولكن ليس برسول وليس من أولي العزم أولي العزم فقط خمسة كما قلنا أرسله إبراهيم إلى منطقة بكرة إن شاء الله إن بقينا أحياء نقرأ قضية إرسال إبراهيم لوط ابن خالته ابن خالته إلى تلك المنطقة ليهديهم والقضية التي سنشرحها في الليلة القادمة إن شاء الله إبراهيم الآن وين؟ انتقل من العراق هذا لا بس نحكي بيها لأنه في الفترة الأخيرة صار عليها حكي في الواتسابات وفي الغضايا هناك منطقة في العراق في الديوانية اسمها أور أو أور هذه المنطقة كما يقال في التاريخ أنه منطقة زعامة وسلطنة نمرود عليه اللعنة إبراهيم عليه السلام كان يسكن في هذه المنطقة أور أو أور أو أور منطقة كانت لها مدنيتها وحضارتها اليوم تروح ماكو شيء آثار قليلة أكو بعد انتفتوا بعد أن أراد نمرود أن يحرق إبراهيم عليه السلام في القصة المعروفة وأنقذه الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أتى أمر من الله سبحانه وتعالى حسب عقيدتنا نحن نشرح عقيدتنا يا إبراهيم أخرج من هذا البلد هذه أرض ملعونة وأكو بعض الدلالات في التوراة أيضا لهذا الموضوع هذه التوراة الموجودة خب الآن يريد يخرج إبراهيم صارت عليه محكمة مصادرة كل أمواله قال عنده غنم مواشي أنعام أولاده زوجته سارة بس أولاد ما كان عنده عفوا لأن الولد بعدين صار في قضية إسماعيل فصارت محكمة اللطيف أن الحاكم كان عادل قال للحكومة أنه أنت ما إلك حق أنه تصادر أمواله تريد تسفره ما يخالف تسفير تبعيد إبعاد أما أنه تأخذ أمواله ما يصير المحكمة حكمت وذهب إبراهيم بكل أمواله وزوجته إلى وين من العراق إلى فلسطين وإبراهيم سيصير وإنه ما يصير محكمة في الطريق هناك كان قمرك حسب تعبيرنا جمارك يأخذون زوجة زوجة جميلة من أقربائه كانت أراد أن أراد أهل الجمرك جمرك أنه يمدون يدهم إلى الهودج قال لا ممنوع هذه حجاب أنا زوجتي وأنا ما أخليكم تشوفوها ولا تطالعوها وصل الخبر إلى الملك يسأل الملك وين ما أعرف في نفس فلسطين لأنه الجمارك كانت قريب البلاد يعني قريب المدن إجهل الملك بنفسه قال شنو متخلي أنا ملك قال ما أخليك فمد يده فشلت يده كما قلنا هناك الملك أهدى له هاجر وولد من هاجر إسماعيل عليه السلام جدنا نحو السادة وجد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خب استقروا في فلسطين مع زوجته سارة يوم من الأيام وبعث لوطا إلى منطقة ثانية منطقة موبوئة بكرة نقرأ عنها فيها بعض الآثام والمعاصل الشديدة هناك إجه في اليوم من الأيام إبراهيم كان مضياف جدا لا يجلس على سفره إلا أن يأتي بضيوف ويأكل معه هاي عادت وغد جدا عادت جميلة وحميدة كانوا هناك ضيوف أكلوا وذهبوا ولم يبقوا من السفرة شيئا نصفوها السفرة كلها أكلوها أكلوا المواد اللي في السفرة فجأة أتوا ثلاثة أو أربعة بشكل رجال بس جدا نورانيين وملثمين تقريبا عمائم شادين عمائم اللي ما يبين وجههم زيلا معممين عمامة لابسين بس عمامة شوية شديدة يمكن إلى كل وجههم مثلا ف استقبلهم إبراهيم عليه السلام خب عرف أنه ضيوف هذول بسه ما عنده شيء بعد الآن بالليل ما عنده شيء فذهب إلى زوجته ساره وقال أنه هناك ضيوف يبين عليهم هذول الناس محترمين يعني نورانيين عجيب أصلا ما شايفهم إلى الآن قال ما عندنا غير عجل هذا العجل نذبح قال يلا فبدأ إبراهيم بذبح العجل وصار أيضا تساعده وطبقوها شويا شووها يعني مشوي صار ليش؟ لأن كلمت حنيذ أكو حنيذ يعني هم سمين وهم معنى الشوي جاب الأكل بسرعة سوى الأكل جاب الأكل فرش السفرة سمينه قاعد جبرئيل من جانب سلام الله عليه إسرافيل من جانب يقال أنه واحد ثاني كروبيل واحد من الملائكة من كبار الملائكة ويمكن إسرافيل أربع جالسين رجال نورانيين قال لهم تفضلوا ما مدوا يدهم لسه سارة واقفة واقفة لأنه جابت الأكل فاعترضت سارة هل تأنفون من أكل إبراهيم إبراهيم نبي عظيم ما مدوا أيديهم فأوجس منهم خيفة أوجس منهم خيفة باللغة العربية يعني اضطرب قلبه شوية لا يكون فيها قضية فيها مؤامرة لا سمح الله من ناحية نورانيين مؤدبين موزونين من ناحية ما يمدون أيديهم هذه في العرف العشائري أو العربي أو غير العربي حتى عرفنا أنت لو أن تروح إلى مكان وأنت ضيف ما تشرب شاية ما تمد إيدك على سفرته على الأكل يعني شنو لو عندك حاجة سلام عليكم لو عندك حاجة لازم يقضيها وبعدين تمد يدك أنا مسويها هذه لقضية وصارت أو في شيء آخر عندك في مشكلة مع هذا الرجل مع هذا البيت مع هاي العشيرة كأنه انت زعلان مثلا هاي الحالة يسموه أوجسة منهم خيفة مو بمعنى الخوف يعني فد واحد جبان ويخاف لا يعني اختراب صار ليش يعني ليش مياكلون شك صار عنده فرفع جبرايل عليه السلام عمامته فعرفه إبراهيم عليه السلام آه أنت جبرايل لن شايف قبل نعم أنا جبرايل خب شون القصة قال نحن جايين مؤلك الآن جايين لقضية ثانية قضية لوط وقومه عسب الآيات اللي نقراها غدا إن شاء الله المرأة الشريفة سارة واقفة واقفة هناك 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 تفسيرا تفسير أول أو رواية أولى أنه جبرايل بشر إبراهيم وزوجته سارة بأن الله سيرزقهما ولدا اسمه إسحاق ومن إسحاق يعقوب يعني يعقوب يجي وراء إسحاق ابنه يعقوب منه إسرائيل لقبه إسرائيل بنوا إسرائيل من أولاد يعقوب يوسف وأخوته الأحد عشر فضحكت يعني جتها ضحكة يعني شلون يعني أن عمرها كانت تسعين سنة وعمر إبراهيم يقال مي يوكسور أو ما شابه هذا العدد لسأل الأعداد مو مهمة بس كانت بحالة اليأس بعد يأس ضحكت يعني تعجبت الضحك من العجب ولذلك قالت يا ويلة أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة هذا التفسير التفسير الثاني اللي مو بعيد وبها رواية أيضا ضحكت باللغة العربية يعني حاضت المرأة اليائس اليائس يقال للمرأة يعني مو لازم تقول يائسة المرأة اليائس هذه في عمر خمسين سنة بعد ما تحيظ لا يخرج إليها الدورة الشهرية ولا تلد لأن الولادة مرتبطة بال الحمل يعني مرتبط بالحيظ لأن هذا دم الحيظ بعدين يصير طعام للطفل هام بس هذه بها تفصيل فضحكت يعني حاضت فاستعرضت هناك جبرائيل قال لها أنت راحت لدين إسحاق هذا متفسير آخر المهمة التي أتوا بها إلى إبراهيم عليه السلام هؤلاء الأربع الملائكة ما كانت لأجل هذا فقط هذا بالطريق في طريقهم إلى لوط وإنزال العذاب على قوم لوط مروا بإبراهيم هذه الفقرة أتت في سورة هود وبقية الفقرات من حياة إبراهيم في بقية السور ما علينا بها لأن إذا نريد أن نفصلها كلها يصير كل شهر رمضان بعد هذه الفقرة أتت في هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا رُسُلُنَا معناة مو واحد اثنين ثلاثة أربعة في الأحاديث أنه أربعة جبرايل وميكايل وإسرافيلو در در روبيل قلت كر روبيل أحسنتم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبراهيم بالبشرة أجوا قعدوا ما مدوا يد أيديهم إلى الأكل إلى العجل الحنيذ وعرفهم إبراهيم جابوا له بشرة شنو قالوا قالوا سلامة إهن أنا أكو حدشي أنه إحنا نقدر نسلم هالشكل يجي للدوان يقول سلام الآن صاير شوية يقولون هالشكل العرب في البلاغة يقولون سلامة يعني سلاما عليكم يعني أو سلموا سلاما عليكم فالقبل والبعد يحضف السلام الكامل الذي عليه جواب واجب هو السلام عليكم أو سلام عليكم أنت واجب تقول لي عليكم السلام أو تردها بنفسها تقول سلام عليكم هذا اللي باختصار يعني موني تعلن نقول هاي الآية قال جبريل قال سلام فليش نقول سلام عليكم نقول سلام هلا لا هاي العادات لازم من استعملها الاستعمال أو الاستفادة الشرعية سلام عليكم بحذف عليكم منه قال الملائكة أول سلموا قال سلام إبراهيم قال أيضا سلام عليكم عليكم تحذف خب رأى شافهم ضيوف فلازم يضيفهم وإبراهيم معروف بالضيافة لا يأكل إلا ضيوف عند سفرته فما لبث يعني بسرعة راح انزوجته وذبحوا العجل وشوا رأسا جابوا فما لبث أن جاء يعني جاء إليهم بعجل حنيذ حنيذ يعني مشوي كبير ومشوي قل تفضلوا أكلوا الملائكة قاعدين سهو ما يعرف الملائكة هنا أنا أيضا أكو حد شيء أو كلام هل الأنبياء إذا ما عرفوا شيء التفتوا هذه مسألة عقائدية هل الأنبياء إذا ما عرفوا شيء هذا النقص لا لأننا نحن الشيعاء وأغلب المسلمين نعتقد أن الأنبياء والأئماء لا يعلمون من أنفسهم استقلالا إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى في هذه القضية إبراهيم ما عرفهم ما بها شيء نكرهم ما يدري منه هذون ضيوف جايين بزي أفراد بس نورانيين ناس مبين عليهم الهيبة والوقار فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه إلى من؟ إلى العجل يعني إلى السفرة شاف وبعدين أول واحد اللي اعترض سارة كانت ليش بتاكلون أكل زاد إبراهيم مبارك مثلا ليش بتاكلون وهذون للجايين يعرفون منه إبراهيم بعد اللي جايين على سفرة إلى بيته فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم يعني صار عند حالة أنه لا يعرفهم أو حالة من التوجس لذلك يقول وأوجس منهم خيفة أوجس منهم خيفة تفسير بالدقة هو أنه حالة بين الشك والريبة في قلبه من دون وجل ومن دون جبن الجبن مقابل شنو الشجاعة الأنبياء والأوصياء إذا اتصفوا بالجبن هذا موزيا لأنه لازم يكونون في أعلى درجات الشجاعة هذه الحالة بشرية تأتي للإنسان لمن يشوف الضيف جاي مياكل من زادة مياكل من طعامه يصير عنده قلق في قلبه هذا هو مو من الخوف والجبن قالوا لا تخف عرفوا أنه هذا نوع من الخوف مو من الجبن من أنه شنو القصير ليش متأكلون هل عندكم قضية أقضي حاجتكم نحن لما نروح عند العرب العشاير إذا عندنا حاجة شنسوي يجيبو لنا شاي ما نشرب نقول ما نشرب إلا أن تقضي حاجتكم غير ما بهش خب شنو حاجتكم قولوا أنتو الأربع اللي جايين أوعدكم لا سمح الله نوع من المؤامرة مثلا علينا حتى نشوف شنو القضية أنتو عداوة سابقة قالوا قالوا لا تخف جبرأي قال يا إبراهيم لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط رأسا شال العمامة كما في الحديث هنا أنا ما أكو شال العمامة الأحاديث تبايد أنه شال عمامته فعرفه إبراهيم عليه السلام قال أصلا نحن ما جايين عندك نحن بالمرور جاينا نمر عليك الله أمرنا أن ننزل عندك ونخبرك بشيء شنو الشيء إحنا جايين إلى قوم لوط ابن خالتك اللي أنت داز إلى منطقة الفلانية وأهلهم تلوث وفساد ومعاصي إحنا جايين نريد ندمرهم عذاب جاي إنا أرسلنا إلى قوم لوط هاي انتهت هنا السفرة بعدها باقية العجل حنيثا باقي سارة واقفة إبراهيم قاعد وامرأته قائمة هذه دليل أن السارة كانت موجودة هي اللي جابت العجل الحنيظ واعترضت عليهم ليش متأكلون وامرأته يعني سارة قائمة فضحكت كما قلنا تفسيران ضحكت يعني أول شي جبرائيل قدم البشرى فضحكت بالآية موهشكت في الآية ماكو بشرى الآن شنو احنا قرينا بشرى لا ما قرن إلى الآن بشرى نعم ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى إما نقول أن جبرائيل أول شي بشره بأن الله سيرزقه من سارة العجوز ابنا يسمى إسحاق ومن إسحاق يعقوب إما هالشكل نقول فمعنى الضحكت شي تصير الضحكت أنت عجبت استغربت سارة استغربت وإما نقول بالتفسير الآخر أثنيناتهم صحيحة ما بها شي يعني بعدها البشرى ما صار واقف سارة عند السفرة والملائكة قاعدين وما يأكلون وعرفهم إبراهيم عليه السلام لا يتكلمون فحاضت أتاها الحيض فعندما أتاها الحيض بعدين البشرى صار يعني تعجبت شنون أنا صارت هذا الشكل أنا عمري تسعين سنة ثمانين سنة فشنون يعني تجين الدورة الشهرية عالة في الخمسين سنة بعد ما يجي أربعين خمسين موذر ستين حسب الأفراد فضحكت من باب شنو أنها أتتها الدورة أو ضحكت من التعجب أو اثنيناتهم ما بيحش هم تعجبت من البشرى وهم أتاها الحيض ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها يا سارة الله رح يعطيك ولد بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني إسرائيل فأنت رح ترزقين من ولد سميه إسحاق سميه إسحاقا وبعد إسحاق يجي حفيد إليش أيضا اسمه يعقوب خب فضحكت على التفسيرين اللي قلنا قالت يا ويلتا يا ويلتا كلمة تعجب وكلمة استغراب وتأتي في الخوف أيضا يا ويلتا أقلد وأنا عجوز شلون يصير هنا استغربت يمكن أن نستفيد من هذا أنه ضحكت هم نوع من التعجب هم من الدورة الشهرية مع بعض أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة هذا رجلي إبراهيم عمره ميوكسور إن هذا لشيء عجيب هذا الشيء عجيب خب واضح الملائكة قالوا في جواب سارة قالوا أتعجبين من أمر الله أنت زوجة نبي شوفوا الآن الخطاب المن الخطاب لسارة أي خطاب في هذه الفقرة اللي قرأناها ماكو لإبراهيم يعني إبراهيم ما يستغرب ليش نبي لا يستغرب من أمر الله يدري أن الله قادرا على كل شيء بس بالنتيجة سارة مو معصومة زوجة نبي خوشم رأي هذه الأشياء من اللي يمكن أن تسامحيها أنه كانت غار وكانت مثلا تحسد هاجر هذه ما أتصور صحيحة سارة من النساء المكرمات لأنه إحنا عدنا في الحديث أنه عندما أرادت فاطمة أن تولد ولادة فاطمة أو ولادة خديجة سلام الله عليه أتصور ولادة خديجة حضرت نسوة من الغيب منها سارة فمعناته سارة إمرأة عفيفة نجيبة مؤمنة بس آية حكايات يسووها بعد يمكن النسوان أمسوها أيضا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله جعل رحمته وبركاته عليكم أنتم أهل البيت يعني منه أنت وأولادك وإبراهيم إنه حميد يعني محمود يحمد لا حمد إلا لله مجيد كل ما يفعله مجد من مجده وكرمه خب شنو صار بعدين فلما ذهب عن إبراهيم الروع هاي الحالة اللي صارت في قلبه راحت عرفهم عرفهم يا بهذان الناس طيبين ملائكة يعرفهم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى البشرى مصارت لإبراهيم يجادلنا في قوم الروط إبراهيم بالنتيجة إنسان جدال مو بمعنى الاعتراض بمعنى أنه السؤال لأنه رأساً استذكر كما في الرواية أنه تدرون منه هناك هناك اللوط ابن خالطي نبي هذا وأيضاً أقرباؤه والمؤمنون به طيبون شلون تريدون تدمرون البلد هذا كله من ناحية جداله للمؤمنين مو للكافرين ليش؟ لأن إذا كلنا للكافرين النبي ما يستغفر للكافرين لازم للمؤمنين يكون فلما ذهب عن إبراهيم الروعة وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط بعدها الله يقول إبراهيم باي لطيف أنا أقول لطيف إن إبراهيم لحليم أواه منيب كان له حلم شيخ الأنبياء هذا أبو الأنبياء أو أبو التوحيد حليم أواه كثير التوجه إلى الله والخشية والخشوع إلى الله ومنيب يعني يرجع أموره إلى الله هذا مدح لإبراهيم بعدين الملائك قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا هذا الحش بعد ما يفيد أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يستجير بالله عندما يأتي العذاب بعد ماكو مجال عندما يأتي العذاب بعد التوبة تنقطع يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود رد ماكو قضاء صاير حتمي صاير إلى آخر الآيات غدا إن شاء الله في قضية النبي دلوط عليه السلام أما تطبيقه كما عادتنا في كل آية تطبيق هذه الآيات على واقعنا شنو؟ شنو الاستفادة من هذه الآيات؟ كقصة يعني؟ لا مو قصة هذه أولاً يجب أن نستفيد من هذه الآيات أن الله قادر على كل شيء ثانياً لا نيأس من روح الله إبراهيم كبير العمر سار عجوز يائسة لا تلد بعض العلماء قائلين أنه ليس لأنه كانت في عمر كبير لا أصلاً عقيم كانت يعني ما كان عندها ولادة أساساً حتى في أيام شبابها يعني لأنه أخوة عاشت مع إبراهيم فترة من شبابها كان عندها عقب يعني فشلون صار؟ لا تيأس من روح الله إحنا كثير في حياتنا نسوف مشاكل مصائب آلام أوبئة فقر مثلاً كل شيء يصير بعد الإنسان لا ييأس من روح الله لأن الله على كل شيء خب ممكن تقول خب دائماً ما تصير معاجز نعم أنا وياك هذه معجزة كانت لأنه إمرأة في هذا العمر تلد هذه معجزة صحيح بركة ورحمة من الله خاصة لإبراهيم من يقول المعجزة ما تصير إلنا؟ يمكن أن تصير حتى إذا ما صار اليأس من روح الله هو ذنب اليأس بعدين اليأس شيء يسوي كل الأمراض العصبية اليوم والنفسية من هذا الشيء من أن الإنسان يفكر أنه ماكو حل بعد انتهى الدنيا انتهت لا موش الآن كثير من المشاكل في الدنيا من يقول يمكن هذه في مصلحة يمكن أما كل يوم يقعد واحد ويعصب ويفكر ويقلق نتيجة شذو؟ ماكو نتيجة فالدرس الذي نأخذه أن الله قادر على كل شيء ولا نيأس من روح الله صل على محمد وآل محمد أما الموعظة الأخيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء حسنة في خمسة من الناس كل شيء حسن يعني زيين في كل الناس زيين بس بعض الأشياء أكو خاصة لبعض الأشياء لبعض الناس هذا معناته شوفوا الرواية خمسة أشياء يعني خمسة خصال حسنة في خمسة من الناس يعني غير ذول مو حسن لا حسن ولكن أحسن يعني العمل سبعدين هو النبي يشرح العمل والعدل والسخاوة والصبر والحياء أي صفات جدا عظيمة خمسة خمسة العمل في من؟ العمل في العلماء العالم اللي ما يعمل هذا معناته هاي الحسنة ما موجودة فيه العمل في العلماء خب لاستجيروا بالله والعدل في السلاطين العدل خزين في كل الناس يعني حتى البقال والعطار والخباز هم لازم يكون عادل إمام الجماعة هم لازم يكون عادل بس بالسلاطين هواية مهم بس تجيب سلطان عادل والعدل في السلاطين والسخافة في الأغنياء يعني في الفقراء مو زين ليش السخافة في كل مكان زين أما الغني لازم يكون سخي السخي من البارحة شرحنا شنو كان السخي هو الذي يأكل ويعطي والكريم الذي هو يؤثر لا يأكل ويعطي تذكر لا لا والسخاوة في الأغنياء هاي ثلاثة والصبر في الفقراء إيش سيدة الأغنياء ما عطوا شين سووا يعني نثور الأغنياء شي سوون يصبروا والحياء في النساء يعني الحياء في الرجال مو زين زين أما في المرأة أهم شيء عندها الحياء العفة بعدين هو النبي يشرح العلم بلا عمل أو العالم بلا عمل كالبيت بلا سقف يصير بيت سقف ما إليه الأعاصر تجي الأمطار تجي السيول تجي سقف ما إليه أصلا الشمس تحرق العلم أو العالم بلا عمل كالبيت بلا سقف والسلطان بلا عدل كالنهر بلا ماء تحفر نهر ما بماء شو الفائدة سلطان ما عند عدالة هذا مثل النهر اللي ما بماء والغني بلا سخاوة كالشجر بلا ثمر شجر موجود بإسمايلا ثمر والفقير بلا صبر هذا جدا العبارة جدا دقيقة وأدبية والفقير بلا صبر كالقنديل بلا ضياء القنديل هو حلو بس لازم يكون إليه ضياء هذا النوع من يعني احترام للفقير أيضا الفقير قنديل ولكن ضياء ما عنده والنساء بلا حياء كالطعام بلا ملح هذه الخمسة تؤكد في هذه الخمسة من الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم في هذا الشهر الفضيل اشف كل مريض أخصان كثير من الناس يوصون بالدعاء لمرضاهم لحاجاتهم اللهم اشف كل مريض اللهم اقضي دين كل مدين اللهم اقضي حوائج المحتاجين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة